أعلنت السعودية عن أرقام الميزانية للربع الأول من العام الجاري للمرة الأولى بتاريخها تعزيزا لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة حيث حققت السعودية إرادات بنهاية الربع الأول بلغت 144 مليار ريال ما يمثل نموا بـ 72% عن الربع الأول من العام الماضي وفي تفصيل هذه الإرادات نمت الإرادات النفطية بـ 115% لتتجاوز 112 مليار ريال في حين نمت الإرادات غير النفطية بـ 1% إلى 32 مليار ريال تم الاعتماد على تقديرات متحفظة مقابل الأسعار الفعلية للنفط خلال العام الحالي وهو ما أسهم في تعزيز حجم الإرادات كما قمنا بتعزيز الكفاءة المالية من خلال تحسين كفاءة تحصيل الإرادات ومن جانب المصروفات أنفقت المملكة 19% من الإنفاق المقدر في ميزانية العام الجاري أي ما يعادل 170 مليار ريال بذلك جاء عجز الميزانية لربع الأول من هذا العام نصف المقدر أي عنده 26 مليار ريال وهو ما يشكل تراجعا بـ 71% مقارنة مع الفصل المماثل من عام 2016 وقد أكدت وزارة المالية أنه لم يتم اللجوء الاحتياطيات السعودية لتمويل العجز خلال الربع الأول حيث تم تمويله من الحساب الجاري إضافة إلى ذلك تنتهج الحكومة سياسة ناجحة لإدارة الديون باعتمادها نهجا متحفظا ومتوازنا والاستفادة من أسواق الدين العالمية وزيادة القدرة على الاستدانة دون التأثير سلبا على السيورة المحلية والاستفادة بشكل انتقائي من الاحتياط العام وانتلاقا من هذه الأرقام من المتوقع يأتي العجز الفعلي للعام 2017 مع نهاية السنة متماشيا أو أفضل من العجز المقدر في الميزانية والبالغ 198 مليار ريال مايا جريديني العربية